متابعة مستمرة لدورة اتحاد شمال افريقيا للناشئين منتخبات موليد 2007-2008 وانتهت منذ قليل المباراة للمغرب وتونس بتفوق المنتخب المغربي ضد المنتخب التونسي اتنين مقابل واحد منتخب تونس اللي محيرنا بصراحة بيلعب الشوت الاول فقط والشوت التاني بيترك الكرة للمنافس السلام عليكم ورحمة الله مليون مبروك لمنتخب المغرب للناشئين موليد 2007-2008 وهرد لك للمنتخب التونسي فوز المنتخب المغربي اتنين مقابل واحد في الجولة التانية من دورة اتحاد شمال افريقيا المنتخب التونسي زي ما عمل بالزبط في مباراة المنتخب المصري تقدم في الشوت الاول تفوق في الشوت الاول كان مستحوس في الشوت الاول هو الاخطر في الشوت الاول برغم يعني ان المنتخب المغربي وصل على فترات ولكن التقدم والنتيجة والمؤشر كان لصالح المنتخب التونسي مع انتهاء الشوت الاول واحد مقابل لا شيء ولكن المنتخب المغربي عاد في الشوت التاني وكان قوي جدا في الشوت التاني واستحوز وسيطر وبالفعل كانت له افضلية تسجيل الهداف احرز هدف التعادل في الديئة علامات استفهام كبيرة في الهدف الاول والهدف التاني المنتخب التونسي النهاردة كان بيعاني من اخطاء لحارس المرمى الهدف الاول الحارس بيكملها يعني عدلها وزبطها لللاعب المغربي اللي جاي من على حدود منطقة الجزاء وسددها هدف التعادل واحد مقابل واحد ايضا في الهدف التاني لمنتخب المغرب الكرة ضربة رقنية وبيطلعها الحارس بطريقة يعني غريبة جدا بيكملها لعب المنتخب المغربي داخل المرمى في الديئة 67 ليحرز المنتخب المغربي الهدف التاني وهدف الفوز وهدف السلاس نقاط وبالتالي المنتخب التونسي لعب الشوت الاول امام منتخب مصر الشوت التاني كان لصالح المنتخب المصري وانتهت النتيجة بالتعادل الايجابي واحد مقابل واحد لكن النهاردة المنتخب التونسي تقدم ونفس السيناريو في الشوط الأول 1-0 ولكن المنتخب المغربي عاد وتفوق وتقلق وأحرز هدفين من أخطاء من حارس المرمى ومتابعة قوية من لاعبي المنتخب المغربي وبالتالي فوز المنتخب المغربي على المنتخب التونسي في الجولة الثانية من اتحاد شمال إفريقيا أو دورة اتحاد شمال إفريقيا ليصبح الترتيب الحالي لهذه الدورة المنتخب المغربي في الصدارة أربع نقاط من تعادل في المباراة الأولى وفوز في المباراة الثانية وأيضا في المنتخب المصري عنده نقطة واحدة من تعادل بعد لعبه لمباراة واحدة والمنتخب التونسي عنده نقطة واحدة بعد لعبه مبارتين تعادل في المباراة الأولى وخسارة في المباراة الثانية المنتخب الجزائري عنده نقطة واحدة من تعادل في المباراة الأولى وطبعا النهاردة المنتخب الجزائري هيكون راحة هيكون باي مش هيلعب مباراة النهاردة لكن المباراة التانية اللي بننتظرها بعض قليل ما بين المنتخب المصري والمنتخب الليبي في الجولة التانية من دورة اتحاد شمال افريقيا زي ما انتو عارفين خمس منتخبات بتشارك ليبيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر كل جولة في المطشين هيلعبوا يعني اربع منتخبات ومنتخب هيكون راحة مش هيلعب المنتخب اللي معفي من هذه الجولة هو المنتخب الجزائري مليون مبروك للمنتخب المغربي اللي بيمتلك عناصر محترفة في الدوريات الأوروبية خاصة في الدوري الفرنسي وهارد لك للمنتخب التونسي اللي بتنقصه اللياقة والخبرة في الشوت التاني وعدم التركيز وأيضا يعني لاعبين بيلعبوا في الدوري التونسي نتمنى لهم التوفيق الدورة دي مهمة جدا 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 لكل منتخباتنا العربية المشاركة لأنها بنطلع منها لاعبين ينفعوا المنتخبات الأولى بعد كده ينفعوا المنتخبات الكبيرة بعد كده المباراة النهاردة كانت بتتلعب على ملعب عمر حمادي والقناة النقلة هي قناة اتحاد شمال إفريقيا على اليوتيوب على اليوتيوب يعني هي دي المكان الوحيد اللي تقدر تشوف فيه مباريات دورة اتحاد شمال إفريقيا مباراة مصر وليبيا هتكون ساعة ستة مساء بتوقيت الجزائر يعني سبع مساء بتوقيت مصر على نفس الملعب ملعب عمر حمادي مصر ضد ليبيا الجزائر باي المرحلة دي أو الجولة دي وبالتالي المغرب يتصدر المجموعة بعد جولتين ولكن لعب مطشين الجزائر وتونس ومصر عندهم نقطة واحدة والمتخب الليبي لا يمتلك أي نقاط حتى الآن لأنه لسه منعبش ولا مباراة كل التوفيق لمنتخباتنا العربية ولناشئينا وشبابنا يتفوقوا يتقلقوا وان شاء الله ينفعوا المنتخبات الكبيرة بعد كده قول لي رأيك في التعليقات لا تنسى لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته